بارك الله فيكم أيضا يسل يقول ما هي الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمره الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمره يجب على الذكر أن يتجنب لبس المخيط حالة إحرامه ويقتصر على لبس الانزار والرداء ويخلع جميع أنواع المخيطات عن جسمه ويحرم على الذكر أيضا تاطية رأسه بملاصق للعمامة أو غيرها من الملابس التي توضع على الرأس أن يكون رأسه مكشوفا طيلة إحرامه ويحرم على المرأة تاطية وجهها بالبرقع والنقاب ويديها بالكفازين ويجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بغير البرقع وبغير النقاب بيتغطيه بثوبها أو بيطاء خاص للوجه غير مخيط كذلك تغطي كفيها بثيابها لكن لا بالكفازين وهما الجوارب المنسوجة والمخيطة على قدر الكفين فهذا ما تجتنبه المحرمة غطاء الوجه المخيط له وغطاء الكفين بالكفازين وما تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك وجوبا عن الرجال غير المحارم ويحرم على الذكر والأنثى في حالة الإحرام الطيب تطيب بجميع أنواع الطيب في حالة الإحرام فذلك يحرم عليهم إزالة الشعر من الرأس أو من جميع الجسم في حالة الإحرام تقليم الأظافر يحرم على الرجل والمرأة تقليم أظافرهما في حالة الإحرام ويحرم على الذكر والأنثى في حالة الإحرام الصيد بقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ولا يجوز له الاستياد وهو محرم أو الإعانة عن الاستياد بقول أو فعل ويحرم على المحرم ذكرا أو إنثى الجماع ودواعيه ويحرم على المحرم ذكرا أو إنثى عقد النكاح كل هذه تحرم على المحرم وهذا ما تسمى بمحضورة الإحرام نعم شكرا